محادثات أمريكية مع الحوتين ومساعي لإشراك السعودية فيها هل يتبدل شعار الموت لأمريكا إلى التحالف العلن معها؟ ماذا عن السعودية ومستقبل تحالف استعادة الشرعية في اليمن؟ وكيف ستنعكس المباحثات على الحرب الدائرة ومستقبل القضية اليمنية؟ أهلا بكم كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر أثناء زيارته للسعودية أن بلاده تجري محادثات مع الحوتين في اليمن هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول في إدارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مع جماعة الحوثي نفى الحوثيون لإعلان الأمريكي ثم عادوا لتأكيده باعتباره نصرا لهم غير آبهين بأن هذا يجعل شعاراتهم على المحك التحركات والمساعي الأمريكية بحسب شينكر كانت بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث واتصالات مع السعودين وقالت الول ستريت جورنال الأمريكية أن الولايات المتحدة تحث السعودية على المشاركة في محادثات سرية مع قادة الحوثين في سلطنة عمان في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وضحت أن المحادثات المزمع عقدها في عمان تعكس عدم وجود خيارات عسكرية قابلة للتطبيق أمام التحالف في اليمن هل تطوي المحادثات الأمريكية مع الحوثين مهم التحالف استعادة الشرعية والخيارات العسكرية وماذا عن موقف المملكة السعودية التي تتواصل ضربات الحوثين بالصواريخ والطائرات المسيرة على أراضيها ومنشآتها الحيوية هل تحقق المحادثات الأمريكية السعودية الحوثية ما لم تحققه الحرب خلال أربع سنوات في اليمن وماذا عن الشرعية اليمنية المغيبة عن المساعي التي تقرر مصير ومستقبل اليمن من كان جزءا من المشكلة لن يكون إلا جزءا من الحل هذه هي السياسة الأمريكية الجديدة في اليمن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيت شينكر أكد وجود محادثات مع جماعة الحوثيين المقربة من طهران وقال إن زيارته للرياض تأتي في إطار مساعي إنهاء الحرب في اليمن من خلال إجراء محادثات مع كل الأطراف بما فيها الحوثيون لمحاولة إيجاد حل للنزاع القائم ميليشي الحوثي وبعد أن نفت وجود محادثات بين الجانبين عادت لتؤكد استعدادها للحوار وقالت على لسان إحد قياداتها إن الحديث عن وجود حوار أمريكي مع جماعته يعتبر نصرا عظيما ودليلا على أنهم على حق حسب قوله وهكذا أصبح الحق عند الجماعة التي ترفع شعار مواجهة أمريكا وإسرائيل هو الاعتراف من أمريكا تأتي المبادرة الأمريكية تزامنا مع تكتيف الحوثيين ضرباتهم الصاروخية وبالطائرات المسيرات ضد السعودية وفي ظل تصعيد التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران وهو ما يدفع البعض لترجيح أن هذه المحادثات تأتي في إطار استراتيجية جديدة تتبعها واشنطن للتعامل مع إيران وأدواتها في المنطقة ولهذا فإنها قد لا تعني نهاية الحرب اليمنية أو حلا سياسيا قريبا بقدر ما تعني بحث شروط جديدة لاتفاق نووي جديد مع إيران في وقت سابق دعت واشنطن الرياضة للانخراط في حوار مع جماعة الحوثي وأكدت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اتفق خلال مباحثتهما في واشنطن على أن الحوار هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار اليمن وازدهاره ووحدة أراضيه وصلت الحكاية إلى نهايتها إذن فتعطيل خيار الحسم العسكري طوال الأربع سنوات الماضية أدى إلى تعظم قوة الميليشيا والتي صارت تشن ضربات متواصلة داخل العمق السعودي ليأتي الآن دور البحث عن مخرج آمن لجميع الأطراف فما عدى اليمنيين الذين يتحدث الجميع باسمهم ولا يحصلون على شيء إذن تابعنا التقرير حول موضوع الحلقة وأرحب بضيفي هنا في الاستيديو الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقة الدولية أهلا بك دكتور عادل وأيضا سينضم إلينا لاحقا ضيوف آخرين للمشاركة في موضوع حلقة هذا المساء دكتور عادل الولد ستريت الجنر الأمريكية تكشف عن محادثات أمريكية مع الحوثين بمشاركة سعودية قراتك لهذه الخطوة من حيث الدوافع والتوقيت بسم الله الرحمن الرحيم واضح أن التحالف فشل في تحقيق هدافه في اليمن هذه الدعوات تأتي استجابة لهذا الفشل هناك تصعد كبير للعمليات الحوثية واستهداف مواقع حيوية داخل المملكة العربية والسعودية وهناك أيضا انقلاب على الشرعية اليمنية صاحبة المرقعيات في اليمن من دول التحالف وهذا أيضا أحدث شرخا كبيرا في العلاقة مع المجتمع الدولي خاصة وأن هذه الدول على مدار خمس سنوات تدعي بأنها جاءت للسعادة الدولة للشرعية وهي في نهاية المطاف بعد الحرب والدمار والخراب لم تستعد هذه الدولة بل على العكس ذهبت إلى تقويضها بالدفع بتمرد الحاصل في عدن وواضح أن هذا التمرد تبنته الإمارات وهذا معلن أيضا على لسان الإعلاميين والقادة الإماراتين وهناك ضباط إماراتين وأسلحة إماراتية يعني أكثر من أربعمائة عربة إماراتية كما قال وزير الداخلية اشتركت واشتبكت بشكل مباشر مع الألوية الشرعية في عدن وبالتالي هناك أزمة حقيقية في مهمة التحالف في اليمن هناك فشل ذريع لاستعادة الدولة اليمنية وهناك أيضا انقلاب على الأهداف المعلنة لدول التحالف وهناك تمرد كبير يعني أحدث صخب كبير في واحدث شرح كبير في العلاقة أولا مع الشرعية رأينا ذلك من خلال بيان الحكومة وزارة الدفاع وزارة الداخلية المبعوث اليمن في الممتعدة وأخيرا بيان الرئيس عبد الربا منصر هادي والذي جميعهم يعني يتهمون الإمارات بأنها وراء هذا هي من تتمنى الإنقلاب والإطاحة بالشرعية هذه القضية يعني أثارت قدلا كبير مكنت أيضا للحوثيين بشكل أكبر وخدمت الحوثي يعني وقدمت قضيته بشكل يعني واضح رأينا إيران يعني تصرح بشكل يعني واضح بأنها مع وحدة اليمن ورأينا أيضا الحوثيين يعني يطبعون مع إيران من خلال أيضا تعيين سفير في إيران كناية عن أن مهمة التحالف سقطت في اليمن ومشروع التحالف سقط في اليمن وبدأ أن هناك خورا كبيرا في هذا الصدد الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أيضا إنقاذ المملكة العربية السعودية مما هي فيه هي غرقت في مستنقع اليمن غرقت في أزمة سياسية الآن مستفحلة مع الشرعية ومع الإمارات هناك صراع مفتوح في عدن ولا يدري أحد إلى أين ستذهب هذه الأزمة خاصة وأن هناك توتر واحتقان واسع يعني مع القبائل ومع الجيش والمقاومة الشعبية ومع أيضا السلطة الشرعية بكل مؤسساتها التي الآن تصرخ وبشكل معلن وتشتكي أيضا الإمارات للمجتمع الدولي أثارت قضية هذا يعني خلال التحالف في اليمن إلى أروقات المجتمع الدولي والآن وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن والمظاهرات في الداخل والاحتجاجات في الخارج كلها أيضا تؤكد على هذه المسائر أن هناك خلل في مهمة التحالف في اليمن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تقفز على هذه الأزمة وتحاول أيضا أن توجد مخرج للمملكة العربية السعودية وللتحالف في محاولة أيضا يعني إيقاد حل الأزمة مع الحثين وهذا أيضا لن يعني ينقذ الموقف خاصة وأن الشرعية الآن وهناك تيقظ كبير وانتباه كبير من الشارع اليمني لا يمكن القبول الآن بأي ميليشية سواء كانت شمالا أو قنوبا ولا يمكن الآن القبول أيضا بمهمة التحالف التي تخدم أيضا تخليق هذه الميليشيات والإطاحة بإرادة اليمنين مثل أيضا بالشرعية اليمنية رأينا أيضا من خلال معركة شبوة كيف عادت الروح اليمنية وكيف تعززت حضور الدولة لدى القيش الوطني ولدى القبائل اليمنية ولدى الشارع اليمني الذي بدأ يصعد الآن بشكل كبير من خلال قلنا المظاهرات والاحتقاجات وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي هذه الهبة الشعبية والأسكرية وهذه الانتصارات التي تحققت في شبوة وكسرت الميليشيات وكسرت أيضا مخطط الإمارات أحدث فزعا كبير للميليشيات في الشمال والقنوب ورأينا تداعيات هذا الفزع أيضا في الولايات المتحدة لأمريكا التي سارعت فور الانتصار في شبوة إلى الدعوة للسلام ومحاول أيضا القفز على الحقائق دكتور عدل اسمح لي نشرك معنا بالنقاش من الولايات المتحدة الأمريكية الكاتب المحل السياسي إبراهيم القعطبي ينضم إلينا هناك من نيويورك عبر سكايب أهلا بك سيد إبراهيم أهلا بسهلا إذن تطورات عديدة ربما على المشهد السياسي اليمني ربما الأبرز فيها الآن ما تقوم به واشنطن من حث للرياض للحوار مع الحوثين كيف تقرأ هذه التطورات؟ بالنسبة للتطورات الأخيرة الأمريكيين كان لديهم خط تواصل مع الحوثيين منذ قبل وحتى عبر الخطوط من سلطنة عمان الجديد هو أن هذه المحادثات التي تسمى بالسرية أتت بعد ما حدثت في المناطق الجنوبية وعلى وجه التحديد في عدن وفي شبوة ربما الولايات المتحدة تحاول الاستباق ما تقوم به الإمارات والسعودية في المحافظات الجنوبية من حيث دعم الماليسيات انفصالية انقلابية سيكون للسعودية والإمارات النصيبة الأكبر من الأطماع طبعا الدول تتحرك من خلال مصالحها الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح في هذا الموقع الجغرافي من العالم كما تعرف باب مضيق بام المندب تمر منه كثير من واردات النفط ومن التجارة العالمية فلذلك هي تحاول السيطرة على ذلك كما نعرف منذ أكثر من عقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث مع نظام صالح يعطاهم جزيرة سقطرة وإقامة قاعدة عسكرية هناك ما يجري اليوم هو يجب الانتباه لي وأنا في اعتقاد في الأمر خطورة كبيرة كون الحوثيون يريدون فقط حكم مناطق الشمال والمجلس الانتقالي في الجنوب يريد حكم المناطق الجنوبية والمهم هنا أن الأطماع التي هي أطماع المملكة العربية السعودية والإمارات هو السيطرة على المناطق الجنوبية الهامة من خلال الجزر والموانئ والمطارات وهي ما تقوم به فعليا على الأرض وهذا هو الخطر الأكبر هل المحادثات التي تجري اليوم في سلطنة عمان بين الحوثيون والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية من أجل تطبيق بخراجات الحوار الوطني أو من أجل يعني سيد إبراهيم أنت لن تؤكد أن هذه المحادثات قد بدأت في سلطنة عمان على أي مستوى هذه المحادثات وما طبيعتها يعني هي محادثات رفيعة المستوى نائب وزير الخارجية الأمريكية هذا مستوى رفيع جدا لشؤون الشرق الأدنى هو يعني ربما الرجل الذي لديه الملف ويتمسك بالملف اليمني وهو من يستطيع أن يحدث أي تقدم في هذه المحادثات تعرف المولايات المتحدة عندما تتحرك في شيء فإنه يطبق الخليجيون يطبقونه والحوثيون سوف يطبقونه لكن السؤال هنا ما هي حسيسيات تلك المحادثات هل من أجل أن يكون هناك أن نقسم اليمن بمسمى فدرالي كما تعرف هناك حديث حول نظام فدرالي في اليمن بإقليمين أي بمعنى أصح تشطيري لكنه تحق مظلة ليس لها أي قوة على الأرض ويسمى المظلة الفدرالية هذا سيحقق أهداف الجميع الأطراف المتصارعة ما عدا الحكومة الشرعية والشعب اليمني نحن نتحدث أن الحوثيون فقط يودون حكم المناطق الشمالية المجلس الإنفصالي الجنوبي ومن وراه السعودية والإمارات يريدون حكم الجنوب فلذلك ستخرج من المعادلة من؟ الحكومة الشرعية والشعب اليمني هذا الخطر لكن إذا كنا نتحدث على مخرجات الحوار الوطني يتحدث على عقالي متعددة في اليمن يتحدث على نظام فدرالي لكل اليمنين ربما يقبل اليمنين بتلك السيقة طيب أستاذ إبراهيم سنتحدث أيضا عن سنتحدث عن الشرعية أين هي مما يحدث من هذه الاتصالات والمحادثات لكن قبل ذلك لدي سؤال لك حول الحوثيين حتى لحظة هم ينكروا وجود أي حوارات أو محادثات مع الأمريكان هي فقط هذا للاستهلاك الداخلي الحوثيون يتعاملون مع الأمريكان حتى في ما يسمى بمكافحة الإرهاب هناك شبكات تواصل بينهم وهناك طريق تواصل بينهم لم يقطعوا العلاقة أبدا مع الولايات المتحدة الأمريكية هناك من يقوم بتمثيلهم في أي حوارة مع الولايات المتحدة الأمريكية هناك محادثات سابقا كانت في سلطنة عمان كان هناك تبادل للأسرة بما بينهم وأيضا مكافحة الإرهاب هي مسألة جوهرية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ويتعاون محم الحوثيون في تلك المسألة كأنهم من يسيطرون على الأمن القومي في المحافظات الشمالية وماذا عن شعار الموت لأمريكا الذي ما زال يرددونه حتى اللحظة في كل شبر من الأراضي التي تحت سيطرتهم ويعلقون هذا الشعار ربما حتى تعلقوا على كل المعالم السياحية في البلد هذا للإستهلاك الداخلي ومن أجل أن يكون هنا قصير للدماغ لكي يلحق اليمنيون الفكر الجديد هذا فكر الحوثيون لكن كما تعرف السفارة الأمريكية في اليمن أو في صنع على وجه التحديد هي السفارة التي لم تتعرض لأي دمار أو لأي خراب أو لأي شيء بل بالعكس لم يقتل أمريكي ولم تستهدف أمريكا ولم تقطع العلاقة مع أمريكا ومن هذا الحوثيون ينطلقون من أجندتين مختلفتين الأجندة الأولى هو كيف يجرون الشارع وراءهم وفي الخارج كيف يتعاملون مع الخارج بحيث أن يصبحوا حكاما للشمال هم ليس لديهم مشكلة مع المملكة العربية السعودية كنظام حكم طالما وهذا النظام سيمكنهم من حكم المناطق الشمالية ليس لديهم مشكلة مع الأمريكان طالما وهم سيعترفون بهم ويمكنونهم من الحكم ويستخدمون الورقة الداخلية من أجل الضغط على تلك القوى كقبولهم في الداخل هذه هي الانطلاقة والاستراتيجية التي ينطلق منها الحوثيون لكن الجميع يعرف أن شعارهم ليس موجه لا ضد الأمريكان ولا ضد الإسرائيل وإنما موجه لخلق الصفاف داخلي وراءهم وحصول على الدعم المالي والعسكري من إيران هذا ما يقوم به الحوثيون لكن في اعتقادي لو توافق الحوثيون مع السعودين والإماراتيون سوف يقطعون العلاقة التامة مع إيران سوف يغيرون من شعاراتهم سوف يحكمون الشمال بهذه الطريقة لكن هنا ماذا سيبعون سيقطعون علاقتهم مع إيران؟ في إيران هذا الهدف أيضا من جزء من المحادثات كيف يمكن الحوثيون من حكم الشمال إذا مكنهم الأمريكان والسعودين من ذلك سوف يقطعون علاقتهم مع إيران؟ بلا شك لكن الهدف بالنسبة للسعودين والإماراتيين والأمريكان هو اليوم في اليمن لا يوجد أي تهديد حقيقي لا للجوار الجوار ولا للولايات المتحدة كون اليمن قد قطعت مخالبه لا يوجد لا قوة عسكرية حقيقية لا قطاع طيران ولا دبابات ولا أي سلاح ذقيل الطائرات المسيرة هي لا تشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة للمملكة العربية السعودية هذه النقطة مهمة أستاذ إبراهيم أن طرحتها وأيضا سأعود لك لنتحدث عن وضع الشرعية لأن البعض اليوم يراها خارج المعادلة مع بد هذه التحركات بعيد عنها في سلطنة عمان دكتور عادل نقطتين أود حصول تعليق منك عليهم أشاري لهم أستاذ إبراهيم القاطب الأولى عن ما هي حيثيات هذه المحادثات والنقطة الأخرى هل فعلا يمكن أو تسعى الولايات المتحدة والسعودية والإمارات اليوم لتحييد الحوثيين وإبعادهم عن إيران والاقتراب أكثر ربما من السعودية والإمارات طبعا هناك محاولة الاحتواء الدور الحوثي هناك أزمة محتقنة في الخليج هناك صرع مفتوح أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة أيضا تبصع بشكل مستمر الأزمة الخليجية مع إيران وبالتالي من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج احتواء أيضا القانب الحوثي خاصة وأن الحوثي الآن بيدها أسلحة وهدد الخطوط الملاحة وإذا رأت أمريكا بأنها ستصطدم يوما ما مع إيران فبمصلحتها أيضا أن تحيد أذرعها في المنطقة هذا قانب القانب الآخر أعتقد ليس له علاقة بالاحتواء والتحيد بقدر ما هو مرتبط بالإستراتيجية الأمريكية أمريكا يعني استراتيجيتها هي دعم الأقليات في المنطقة بعيدا عن الشعارات فالشعار هذا هو شعار إيراني الموت لأمريكا وأيضا شعار الحشود في العراق وفي سوريا واليمان وغير ذلك وهما الذين يمكنون من الأرض ويعني أيضا بفضل السياسة الأمريكية يعني مثلا العراق سلمت للحشود والامريكان هم الفاء الأساسي وهم من احتل العراق وأيضا في اليمن يعني الجميع يدرك بأن السفر الأمريكي هو عراب الانتفاش الحوثية إلى صنعهم ثم ولازال يضع الخطوط الحمر أيضا أمام أي معركة فاصلة مع العوثين سواء معركة الحديدة حينما اقتربتنا الحديدة كان هناك يعني استوك هولم وصنعه أيضا كانت يعني توقفت عند نهم والآن حينما بدأت الشرعية تحرك أوراقها وتحقق انتصار كاسح في شبوة قلبت الموازين ويعني خلقت روح قديد في الشارع اليمني وعززت من حضورها لدى الداخل اليمني وبدأت أيضا يعني معسكرات الشرعية تندفع بالدقاء عدن في محاولة أيضا لاستعادة الدولة واستعادة دورها وأرضها بدأ الكلام أيضا عن سلام ومحاولة أيضا حل الإشكال بالشكل الدموماسي الإشكال كان يعني هذه الدعاوي كانت تطرح من قبل أمريكان ومن قبل المجتمع الدولي يعني الدعوة إلى السلام يعني على الآثر فشل الحل الأسكري عن حيثية التي يمكن أن تبنع لهذه المحادثات في رأيك ما هي؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي هو يقوم يعني فرضيته تقوم على غياب الحسم الأسكري ما حصل الآن في معركة شبوة هو أثبت بشكل قاطع بأن الشرعية لديها إمكانات على الحسم الأسكري لو لا يعاقت دول التحالف دول التحالف عملت خلال تلف سنوات على تحطيم والإطاحة بدورة شرعية وتحقيم دورها وإنشاء ميليشيات يعني مناهضة لها في الساحة الدولية يعني خمس سنوات من الهدم والتدمير والتضعيف للشرعية لاحظنا في معركة واحدة في معركة شبوة كيف تغيرت الأمور بشكل كبير كيف عادت الروح والعقيدة القتالية للجيش الوطني كيف أيضا تضامنت القبائل والشارع اليمني ورأينا مظاهرات واحتجاجات ورأينا أيضا دور للشرعية من خلال أيضا مؤسساتها المختلفة وزير الدفاع والداخلية يعني بمعنى أنه عادت الشرعية أيضا إلى الواقهة وأصبحت أيضا رقم بعد خمس سنوات من الضرب والتدمير لمؤسساتها هذا يعني أن هناك دولة حينما تتحرك الدولة يعني يختلف تماما السياق لأنها تمتلك حظنة شعبية تمتلك وطني مقاومة شعبية وبالتالي معركة واحدة عادت كل هذه الاعتبارات للشرعية وبدأ القلق يدوب أيضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية والدول التحالف من خلال هذه الروح التي بدأت يعني تنتشر في الشارع اليمني وبدأنا الآن يعني نسمع هذه الطروحات وهذا ليس في الحقيقة يعني هي الأولى هذه الدعوة كانت هناك دعوة أيضا ومفاوضات أيضا سابقة وكل هذه المفاوضات كانت تنشأ حينما يتحقق أيضا حضور الدولة عن طريق انتصارات أو عن طريق مظاهرات سأعود لك دكتور عادل نعود لأستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم إذن الشرعية هي غايبة الآن عن هذه المحادثات وهذه اللقاءة والتحركات الأمريكية السعودية مع الحوثين لماذا برأيك؟ كما قلت هناك أهداف مخططات خارجية بالنسبة لتقسيم اليمن على شكل فانتونة مصالح لدول إقليمية ودولية وعلى رأسها الإمارات والسعودية من الإقليم والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى كون اليمن يقع في أهم من المرات الدولية ولديه الخيرات ولديه الثروة ليس فقط الثروة الموجودة على الأرض وإنما الثروة البشرية ولذلك لو تلاحظ على المجلس الأربع والخمسة السنوات الماضية تم بشكل متعمد إنهاك اليمنين واستنزافهم وإدخالهم في حرب حتى داخلية داخلية تم حصارهم تم ضرب نفسياتهم هناك حرب مركزة على اليمن الحرب التجوعية الحصار تقسيم الماليشيات اعتقال الشرعية وعدم السماح لها بالتقرب داخل الوطن فهناك كانت حرب ممنهجة من أجل إخضاع اليمنين لقبول أي مشروع تقسيمي ستأتي به آخر المطاف السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما يجري اليوم الشرعية لو تلاحظ حتى أن بعض المؤشرات لما حدث في الجنوب كان باتفاق سعودي إماراتي من أجل أن يعززوا خياراتهم في أي محادثات قادمة مع الحوثيون من خلال إدخال ما يسمى بالمجلس الانتقالي الانفصالي مع الحكومة الشرعية أنت سيد إبراهيم تشير إلى وجود مخططات تسعى إلى التقسيم وتمزيق اليمن لكن البيانات الصادرة عن الأمريكان تتحدث عن دعم وحدة واستقرار اليمن البيانات تظل بيانات لو نلاحظ ما يجري على الأرض اليوم كل الجزر اليمنية بما فيها سقطرة محتلة من قبل الإماراتين والسعوديين وهذا بمباركة أمريكية وبريطانية لا يعقل أنهم سيسمحوا لهم بالتحكم بأهم الممرات الدولية هذا من ناحية أيضا هناك قواعد عسكرية في شبوة وفي المهرة وفي مناطق عديدة بين اليمن تحكمها السعودية والإمارات ولا يستطيعون هم الدولتين هذا القيام بأي عمل بدون موافقة من بريطانيا والولايات المتحدة هذا ما يحدث حقيقة في الممرات الدولية أيضا الحوثيون لو تلاحظ لم يستهجفوا أي من الممرات الدولية أو السفن ما عدا ما يتعلق في الإمارات وهذا كانت رسالة سياسية محددة الشرعية اليوم خارجة ما يحدث على الأرض شيء كما تعرف القرارات الدولية أيضا تقول أن الفلسطين الحق في إقامة دولة على القدس وكافة أراضيها لكن ما نعرف اليوم أن القضية الفلسطينية قد تم تطهيرها بقرارات دولية القرارات الدولية إن لم يتفح عمل وفعل على الأرض تصبح مجرد حقنات من أجل تخدير الشعب وهذا ما يجري بالنسبة للقضية اليمنية الآن اليوم القرارات الدولية تتحدث على السعادة الشرعية وأن لا يخالف أحد الشرعية وأن كل الأعمال على الأرض يجب أن تكون مساندة للشرعية اليوم هناك مليشيات جنوبية تتبع بن بريك وعيدا روس ممولة من الإمارات والسعودية تهجف الشرعية نفسها التي تحافظ عليها القرارات الدولية وفي نفس الوقت حتى الحكومة اليمنية لا تستطيع التحرك كونها تحت الإقامة الجبرية في المملكة العربية السعودية هذه الأمور مدروسة ومخططة لها وليست عشوائية وتلقائية هذا ما يجري على الأرض تغيير المعالم على الأرض وإخضاء الشعب اليمني من أجل القبول آخر اليوم بأي مخطط أو أي تفاهمات بين الحوثيون ومن سيحكمون الجنوب هذا هو النتائج ما يجري على الأرض اليوم لكن السؤال هل سيقبل الشعب اليمني بذلك؟ هل سنحن نحن أمام جوالات أخرى من الصراع؟ هل سيستطيع الحوثيون حكم الشمال لو أفترضنا تلك الافتراضية؟ وهل سيستطيع المجلس الانتقالي حكم الجنوب؟ هل سندخل في صراعات داخلية داخلية في اليمن؟ وهل سيكون نكون مجرد خارجين من حرب إلى حرب أخرى؟ هل سيكون هناك تطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي يطلبه جميع اليمنيون ووقع عليه حتى الحوثيون والجنوبيون؟ هنا المعضلة هل سيقبل الحوثيين بمخرجات الحوار الوطني والمجلس الانتقالي؟ الواضح لا هل سيقبل الماراتيين والسعوديون بتفاهمات يمنية يمنية دون تحقيق أطمعهم في الجنوب؟ الوضع يقول عكس ذلك هنا يجب أن نترقب بحذر ما سيجري في سلطنة عمان وكيف سيطبق ذلك على الأرض؟ وهل نتحدث على تقسيم اليمن والتشطيره؟ أو نتحدث على عودة اليمنيين من أجل تطبيق مخرجات الحوار الوطني وخارطة الطريق لكل اليمنين شمالا وجنوبا بحيث يصبح هناك رضام فدرالي متعدد الأقالي يحكمه اليمنين وتتوزع فيه الثروة والسلطة هذا ما يجبه اليمنين أشكرك جزيلا برهام القعطة بالمحل السياسي كنت معنا من نيويورك عبدو ضيفة في السيديو دكتور عادل الشرعية اليمنية لماذا اليوم تبدو خارج المعادلة؟ في الحق هذا نتاك عمل كبير قامت به دول التحالف وهذه هي المهمة الأساسية لدول التحالف في ضعاف دورة الشرعية وقامنا المسرحة العملياتي في اليمن دورة الشرعية هو الذي تعرض بتركيز على ما يحدث اليوم في مسقط في عمان لماذا هي غايبة؟ الشرعية غايبة من كل يعني إذا حين يتعلق الدور هل لأن هذه المرحلة كما يرى البعض هي مرحلة تهيئة للحوار فبالتالي سيكون غير مجدي وجود الشرعية أو من يمثل الشرعية؟ الشرعية لا يمكن أبدا أن تقبل بهذه الحوارات الجانبية الشرعية ترفض أصلا أي حوار خارج المرقعيات هذه الدعوة وهذا الحوار الذي يقري الآن خارج المرقعيات وهو من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بغيات أيضا إنقاذ المملكة العربية السعودية قراءة الفجل في تحقيق أهداف الحرب الشرعية ترفض تماما الدخول في أي مفاوضات جانبية ترفض تماما الخروج عن المرقعيات الأساسية في اليمن وبالتالي هي تتمسك بهذه الثوابت وبهذه المرقعيات سواء في مسألة الحوار مع الحوذية أو مع غيره وبالتالي الشرعية لها خط ثابت في هذا المسألة ولا يمكن أبدا أن تنزلق إلى مفاوضات جانبية تخرجها أيضا عن هذه المرقعيات وتفقدها أيضا أوراق القوة التي بيدها نرحب بضيفتنا من واشنطن الباحثة السياسية فاطمة أبو الأسرار تنظم لنا عبر سكايب أهلا بك سيدة فاطمة أهلا بك سيد سامي أهلا بك والمشاهدين سيدة فاطمة ضيفنا من نيويورك إبراهيم القاطبي يقول في يطرح طرح يتفق معه البعض بأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المباحثات التي تجري في عمان لديها هدف بتثبيت الأمر الواقع الموجود اليوم الحوثي في الشمال والانتقالي في الجنوب وشرعنت هذا الوضع هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا استنتكت هذا فقط من أن الولايات المتحدة تتحدث مع الحوثي إذن برأيك هذا الطرح الذي اتفق عليه ربما الأستاذ إبراهيم القاطبي وآخرين هم يرون هذه المحادثات أن الهدف منها السير في هذا المنحب برأيك أنت ما الهدف من هذه التحركات وما الذي يمكن أن تصل إليه وكيف ستؤثر على مستقبل القضية اليمنية طيب شكرا أستاذ سامي الهدف من عفوا نقاسة مع صد صوتي فليس قادرة أركز سأضع ميوت وأكمل معك فالهدف من هذه المشاورات أولا هو ليس فقط اليمن لأنه يمنيين نفتكر أن كل هذه المشاورات والمحادثات هي تقصنا هو جزء لبحث عملية السلام الجزء الآخر هو لتهدئة الوضع يعني اللي صاير الآن بشكل دولي وهو التصعيد اللي هو ما بين الإمارات ما بين الإيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي استخدمت فيها الحوثيين كميليشياتها المفضلة لإطلاق عمليات تزعزع من أمن المنطقة وتزعزع من أمن السعودية وإلى آخره فطبعا كان لهذه العملية التبعات وجدناها من تحرك الإمارات وانتحابها وإعادة انتشارها في مناطق أخرى وتبعات أخرى اللي هي على السعودية يعني في المصافي التي تم استهدافها وإلى آخره فأعتقد أنه يعني لا الميليشيات الحوثية تستخدم حرب أو أدوات غير نموذجية في حربها يعني ما هي حرب ما بين دولة ودولة ولكنها حرب ما بين ميليشيات ودولة ولأنها تستخدم عنصر المفاجأة أعتقد يعني لا تستطيع السعودية أن ترد يعني كما هي ترد تقليديا بعمل قصف وأحيانا في القصف هذا يذهب مدنيين لذلك في ظل هذا التصعيد والذي وعد الحوثيين أنهم سيستمروا فيه لمدة طويلة يجب أن يكون هناك حل سياسي فبالدرجة الأولى أخسامي هنا المفاوضات تأتي لخدمة استقرار المنطقة أولا وبعدين استقرار اليمن وحل المسألة ثانيا حتى لو تم رسمها بأنها يعني لإنهاء الحرب وإنهاء الأفضل في اليمن أستاذ فاطمة كيف العلاقة متوترة بين طهران وإيران وفي نفس الوقت واشنطن تتحاور مع أدوات إيران أنهم الحوثين ممكن تعيد السؤال لأنني كنت عاملة ميوت عشان ما سمعش نفسي سأعود لك السؤال مرة أخرى في اللحظة التي العلاقة كما تقولين هي متوترة بين واشنطن وطهران واشنطن تتحاور مع الحوثين الذين يوصفوا بأنهم أدوات طهران السبب أنها تحاور الحوثيين لأنها لا تريد أن تحاور إيران مباشرة لو انتبهت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس كما يصفه الآخرين بأنه لا يعلم ماذا يفعل الرئيس ترامب دائما يقول أنه مفتوح للحوار ولكن دائما يضع شروط قبل هذا الحوار فوزير الخارجية مايك كومبيو دائما يقول نحن مرحبين للحوار لكن الـ 12 شرطة التي وضعها على إيران لم يغير أي شيء فيها وإيران لا تستطيع التفاوض في هذا لا تستطيع التفاوض أو تقديم أي شيء فالولايات المتحدة تود أن تقول أنه نحن نبدل قصار جهدنا لتخفيف حدة الوضع ويضعون الكرة في ملعب إيران فهذا أول شيء طيب طيب سيدة فاطمة منك شرطي لتصريحات بمبيو أيضا هو لديه تصريحات حول اليمن أنه سيتم اعتماد منهجية الحوار في اليمن هل يمكن القول أن هناك استراتيجية جديدة اليوم للولايات المتحدة فيما يخص الأزمة اليمنية يبدو كذلك لأنه في المرحلة السابقة تم الاعتماد الكلي على مبعوث الأمم المتحدة فالسيد مارتن غريفث لم يقدم تغييرات كبيرة يعني ساعدت في تعديل الأزمة بالعكس نحن وجدنا أن الأمور بدأت تتصعد والحوثيين بدأوا يتقو في مواقعهم وكمان بدأت العلاقة بينهم وبين إيران تنكشف فأعتقد دور أمريكا قد يغير الأمور يعني أنا عارفة أنه فيه نوعا ما من الفزع أنه أمريكا بتكلم الحوثيين وإلى آخره هو مجرد وفد يرأسه السفير الأمريكي كريستوفر هنزل ومجرد أنه يبدأ في الحوار يبدأ في المناقشات ولو انتبهت في مناقشاتهم السابقة ما بين الأمريكان والحوثيين كانوا بيستخدموها الأمريكان كورقة ضغط على الحوثيين يعني في أحد خطابات عبد الملك الحوثي عبد الملك الحوثي اشتكى أنه السفير الأمريكي السابق قال له أنه إذا ما تم اشتغير أعتقد إما فك أسيرة أو شيء آخر أنه العملة اليمنية لن تساوي أي شيء فكان فيه كلام ما بين الحوثي والولايات المتحدة الأمريكية لا نعلمه بشكل مفتوح ولكن استخدموه الأمريكان في السابق كورقة ضغط فكل الاحتمالات مفتوحة وطبعا الحوار هو الطريقة الوحيدة التي نقدر نستطيع فيها حل المشاكل لا أعتقد أنه سيكتب لهذه المفاوضات النقاح هناك شعب يمني وهو المؤثر الفاعل في مقريات الأحداث في اليمن الآن هناك انتباه وتيقظ كبير واسع النطاق لدى الأشارع اليمني هناك تحسس أيضا من كل هذه المفاوضات تحسس أيضا من الميليشيات التي دائما تدعم مقليميا ودوليا سواء شمالا أو قوة بنوبيرا من خلال أيضا رأينا في مسألة التمرد عدن كيف أيضا دول التحالف بشقيها المملكة العربية السعودية والإمارات دعمت هذا التحالف وقصفت القيش الوطني بينما ودعت بأنه أيضا ميليشيات إرهابية بعض أن تقول أن هناك شعب يمني متيقظ لكل ذلك لكن أنا أرى ويرى كثيرون أن الشارع اليمني هذا الذي تصف بأنه متيقظ لكل هذه المشاريع هو ما زال يخرجه أي يد هناك مظاهرات تخرج في الجنوب مؤيد المجلس الانتقالي ويخرج مؤيدين لهم في صنعه ومناطق ميليشيا الحوثي يا أخي أنت تختزل الشعب اليمني في مجموعة خرقت في عدن حولها مرتزقة هناك ضخ لأموال إماراتية للمرتزقة أيضا الميليشيات الموجودة في اليمن فهي تحشد وهذا طبيعي كما كان يحشد المخلوع أيضا الثورة اليمنية التي كانت تغرق المحافظات اليمنية من صعدة إلى المهرة وبالتالي هذا يعرفوا اليمنين تماما الشرعية الآن يعني لو حشدت ودعت أيضا لمظاهرات لا أغرقت اليمن في ظل هذه الظروف القاهرة وفي ظل أيضا الحصار وفي ظل غياب الشرعية وفي ظل أيضا كل هذه العوامل المحيطة والمحبطة تخرج هناك مظاهرة رهرة أكبر منها في تعيز وهناك أيضا يعني قلنا صحوة جماهيرية كبيرة في قبلية كبيرة في شبوى وأبيان التحمت أيضا مع الجيش اليمني وقدمت أيضا اختبار عملي طيب في النقطة التي أشارت لها الأستاذة فاطمة هي أشارت ربما لأهمية الحوار وأنه ربما قد تطوى موضوع الخيارات العسكرية في الأزمة اليمني ما رأيك؟ أنا أعتقد أن الخيار العسكري الآن هو الأبرز من خلال النموذج الذي قدمه الجيش الوطني في معركة شبوى والآن هناك حشود كبيرة جدا لهذا الجيش في أبيان تحقق أيضا انتصارات وتتأهب أيضا لاستعادة عدم تالي هذا الخيار هو الذي يرعبهم وأرادوا أيضا أن يقفزوا على هذه المعطيات ويفرضوا أيضا خيارا آخر لأنهم أيضا اضطردوا منذ البداية بأن الحل الأسكري فاشل وغير أيضا مقدي والحسم الأسكري مستبعد تماما ما حصل أيضا في شبوى أكد بأن الشرعية لا زالت تمتلك أوراق ولا زالت قادرة أيضا على تغيير المعادلة الأسكرية ولا زالت أيضا تحقق إنجاز وهذا ما حصل أيضا أنكسرت الميليشيات الإماراتية المدعومة من الإمارات والتي بحوزتها أسلحة متطورة عربات ومدرعات وصواريخ حرارية وغير ذلك أنكسرت في أول معركة حقيقية فاصلة في شبوى ننقل هذه المراهنة لك على الشرعية للأستاذة فاطمة أبو لسر أستاذة فاطمة إذن كما استمعت لحديث ضيفنا في الستيديو وراهن اليوم على الشرعية أنها قادرة على فعل شيء وأن الخيارات العسكرية ما زالت ربما في المقدمة وليس الحوار ما رأيك في نفس الوقت الشرعية غايبة عن كل ما يحدث في سلطنة عمان نقطتين هنا أولا الشرعية لو هي غايبة عن سلطنة عمان هو فقط لأنه لا أعتقد أنها الأمور فقط تخص اليمن الحوثيين الآن هم جناح إقليمي لإيران فالمباحثات فعلا هي إقليمية ما بين إيران والسعودية لكن بطريقة غير مباشرة وأعتقد هنا أن أمريكا هي تلعب دور الوسيط ثانيا الشرعية بها مشاكل كبيرة أنا مستغربة كنا كل يوم بنسمع نقض للشرعية إلى أن حصلت المشكلة القنوبية وبعدين حصل فجأة الشرعية صارت كل ما نأمل ونطمح إليه فنكون صريحين المشاكل الموجودة شمال وقنوب ثانيا الحل العسكري نحن لازم نبعد عن التصعيد يعني بعد خمس سنين ما فيش نقاح في أي مكان يعني وبالآخر المستضعفين والناس اللي هم في الحديدة ولا في صنعاء ولا في عدن وهم اللي بالآخر بيتضرروا من وجود أي حرب فنحن لازم أنه يعني كناس باحثين نفكر بعمق أكثر أنه إيش تبعات هذه الحرب الحرب العسكري نحن يعني إحنا بالآخر اليمنيين قالوا ندفع ثمن يعني هذول أهلنا اللي بدخلوا يقاتلوا فعني مش صح أنه نحن نأجق لهذا الموضوع ما حدث مؤخرا في عدن وبعض المحافظات الجنوبية هل له من علاقة بهذه التحركات الأمريكية لا لا المشكلة أنه القضية الجنوبية بقالها فترة طويلة يعني من أيام 94 وبعدين كان المظاهرات في 2007 وبعدين المظاهرات مرة أخرى أحد المظاهرات أنا حضرتها بنفسي لما مرة عملت بحث في 2013 وشفت يعني احتشاد هائل من الناس ذي اللي احنا شفناه قريبا يعني فوق الخمسمائة ألف شخص بس يا أخي ما حد سامع فيها يعني فيه انتصال فيه عدم مزق بالثقافة ما حد سامع باللي حاصل بالقنوب ما حد سامع بالقضايا وأعتقد أنه يعني بنتعامل مع القنوب من طريقة فوقية بأشوفها يعني حتى مع الناشطين الاجتماعيين وفي كل مكان أعتقد الأمور تتحل بحوار الانتقالي يعني كما سمعت أنه يعني يشتو يتقه لمخرجات الحوار الوطني من ناحية أنها الفدرالية التي تم اقتراحها في الحوار الوطني وأعتقد أنه حل سليم فلو بدأنا بهذا الشكل لو بدأنا نفكر في الفدرالية لو بدأنا نفكر بأنه كيف أنه ممكن تكون يعني كيف ممكن نضمد القراح بدل ما نوسعها فيعني الآن الناس بدأت تقفز وتفكر بانفصال دولة واشياء أخرى يعني لا نصحت الكلام عليها سؤال أخير لك في دقيقة تمنى أن تجيبي عليه وأنت تقولي أن ربما الحوار اليوم يجب أن يكون في المقدمة نائب أو مساعد وزير خارجي الأمريكي للشرقي الأدنى ديفيد شينكر هو يتحدث ربما عن أهمية التوصل لوقف اطلاق النار لم يشير إلى إمكانية الوصول إلى حل سياسي هل يمكن شكل الصيغة النهائي التي تفضي عنها مباحثات مسقط هو وقف اطلاق النار فقط الحل السياسي بيدنا وليس بيد الآخرين لما يكون بيد الآخرين تحصل الحل السياسية فعلشان كده الحوار لازم يكون يمني يمني يعني لما يكون في النية صادقة الحوار بيكون زي مثلا ما حصل في الكويت ما بين الحوثيين والجمهورية اليمنية اللي يقول لك لازم السعودية تكلم الحوثي ولازم الحوثي يكلم عمعا ولا إيران ولا إسراء ما بينفعش نحن اليمانيين اللي هما بيدهم الحل فنبدأ من هذا المنطلق أما الباقين ممكن تكون وساطة ممكن يكون إشراف أممي لكن مجلس الأمن الدولي ممكن يلعب دور في التأكيد على العملية حفظ الحريات حفظ الحقوق للجميع لأنه لازم تعطي التطمينات لجميع الوسائل المختلفة وبالآخر يعني الأزمة يعني زي ما أنا شفت زي ما أشوف الأزمة تبدأ من يعني من معاناة ناس وبعدين بيتم استغلالها بشكل إقليمي أشكرك جزيلا فاطمون بالأسرار الباحثة السياسية كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك أختب معك دكتور عادل انعكاسات هذه المباحثات على الحرب الدائرة ومستقبل يمن أنا أتصور أن هناك واعي كبير لدى الشارع اليمني وأراهن على هذا الوعي الوعي بخطورة هذه المخططات سواء ما يقري الآن من فوضات لمحاولة أيضا شرعانة الانطلاب شمالا وما يقري أيضا من دول التحالف بمحاولة أيضا شرعانة التمرد من خلال أيضا الدعوة لحوار في قدة وبالتالي كل هذه المخططات الآن تقابل بقلق كبير وواعي أيضا لدى الشارع اليمني والشارع يعبر أيضا قلنا في الداخل يمن وخارجه من خلال المظاهرات والاحتجاجات وأيضا رفض الكبير لهذه المخططات الشارع هو الفاعل القادر أيضا على قلب هذه المعادلات وعلى تغيير أيضا مقرية الأحداث الشرعية أيضا بدأت أيضا تحرك بدأت عبر أيضا مؤسساتها المختلفة لأنها شعرت بأن الخطوط الحمر لها أيضا يعني تقاوزت هذه والتعالفة بهذا التمرد الأخير ورأينا سقوط العاصمة الموقعة عدن ومن ثم أيضا يعني التهاوي باتقاه أبيان وشبهة بالتالي بدأت أيضا الشرعية تتحرك وبالتالي هذا خلق تلاحوم ونسجاب كبير ما بين القيادة الشرعية وما بين الشارع اليمني وبدأوا أيضا يؤثرون على المقرية الأحداث أعتقد أن هذا النضال سيتسيع وبالتالي سيؤثر أيضا على مقرية الإقليمية والدولية أنا أراهن على هذه الصحوة الجمايرية التي بدأت المسار العسكري هناك مستويات كثيرة لهذه الصحوة أولا مجلس إنقاذ وطني في القنوب تشكل ليسحب البساط أمام هذه المرتزقة التي أيضا تريد الإمارات فرضهم على كل القنوب والجميع أدرك بأن القضية القنوبية بذاتها لها مكونات كثيرة جدا الآن بدأ القنوبين يكونون أيضا مجلس إنقاذ وطني مناهض تماما لهذه الأجندات هناك أهل أحزاب السياسية بدأت أيضا تعود بشكل أو بآخر من خلال التصريح أيضا الرافض للأجندات الإماراتية والتبنيها لهذا الإنقلاب ورفوها أيضا لما يقري أيضا الانتصارات العسكرية أيضا من خلال هذا الانتصارات شبونا أشكرك جزيلا دكتور عالمساني الباحث في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة وأيضا الشكر الموصول لضيوفنا من الولايات المتحدة الكاتب والمحل السياسي إبراهيم الكعطبي وأيضا فاطمة أبو الأسرى الباحثة السياسية في الختام تحية طاقم البرنامج نلقاكم كل غد في حلقة جديدة من المسائل الملك أمان موسيقى ترجمة نانسي قنقر